السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الرب معلمة للمرحلة الابتدائية للصف الخامس ابتدائي بمادة لغة الفصل الأول فأهلا وسهلا بطلابي وطالبات الصف الخامس معي في درسي لليوم قوانين التعلم عن بعد نسترجع ماذا يجب علي إثناء التعلم عن بعد أختار مكان مناسب أنا مسؤول عن نفسي الآن يكون بعيد وخالي من الضجيز وتجمعات أفراد أسرتي معرفة جدولي وأوقات التعلم المباشر كذلك متى تبدأ أوقات المنصة أجهز كتابي أدوات التي أحتاجها قد أحتاج الألوان الأقلام البراية الموحاية جميعها تكون جاهزة قبل أن أبدأ الدرس أستمع إلى درسي بتركيز أكون حاضرة الدهن أحاول أن أشارك وأردد مع معلمتي أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصصي لا نوجه رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد عنوان الدرس استخدام جمل متنوعة للتعبير شفهيا استخدام جمل متنوعة للتعبير شفهيا مجال المستهدف هو المجال المعرفي أما المجال المساند هي مهارات الحركية الدقيقة التي أستخدمها في الكتابة الأهداف التدريسية أولاً أن يسمي الطالب والطالبة صوراً متنوعة أريد منكم تسمية هذه الصور بعد ذلك أن يقرأ الطالب والطالبة كلمات متنوعة ثالثاً أن يستخرج الطالب والطالبة الكلمة بين الكلمات بعد سماعها رابعاً أن يربط الطالب والطالبة الصورة بالكلمة المناسبة لها خامساً أن يكمل الطالب والطالبة الحرف الناقص في الكلمة سادساً أن يكتب الطالب والطالبة كلمات متنوعة أن يكتبون كلمات متنوعة الأهداف التدريسية أيضاً أن يستخرج من ضمن أهدافي أن يستخرج الطالب والطالبة الجمل المناسبة للصور ثمانية أن يرتب الطالب والطالبة الكلمات لتكوين جملة تاسعاً أن يعبر الطالب والطالبة بجمل متنوعة أن نعبر بجمل متنوعة أطلب منكم تسمية الصورة المعروضة أمامكم أول سموا لهذه الصورة ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ من الذي كده متوهج ويشع في هذه الصورة؟ ما هذا؟ ما اسمه؟ ممتازين هذه ماذا؟ شمس رائع إذن هذه الصورة لمن؟ هذه الصورة لمن؟ أحسنتم هذه الصورة للشمس هذه الصورة للشمس لو أردت أن أعبر عن هذه الصورة أو أكتب كلمة مناسبة لها قد أكتب صورة ماذا؟ ممكن أن أكتب شمس شمس هذه الكلمة معبرة عن هذه الصورة واسمها صورة شمس أليس كذلك أبنائي وبناتي؟ ممتاز رائعين جدا إذن نتقل إلى الممحات ونمسح ونشاهد صورتنا التالية ما هي ترى صورتنا التالية؟ نستخدم القلم مرة أخرى ونغير ماذا تشاهدون؟ الصورة لماذا؟ الآن الصورة أمامكم ماذا الكلمة المناسبة اللي أقدر أسمي فيها الصورة؟ هل أقدر أقول هذه صورة مثلاً رجل؟ طيب صورة لشجرة ها صحيحولي إذن ماذا أقول؟ صورة طفل ممتاز نعم هذه صورة طفل ممتاز إذن ما التسمية المناسبة لهذه الصورة؟ صورة طفل ستطيع أن أقول مثلاً هذه صورة طفل أحسنتم أبنائي وبناتي ننتقل إلى الصورة التالية ماذا تشاهدون في الصورة التالية هذه؟ صورة ماذا؟ ماذا تشاهدون؟ أحسنتم صورة قلم أحسنتم صورة قلم أقدر أسمي هذه الصورة وأكتب تحتها مثلاً مسترة؟ لا أحسنتم إذن ما الكلمة أو التسمية المناسبة لهذه الصورة؟ صورة قلم إذن نكتب مثلاً أسفل هذه الصورة ماذا؟ قلم أحسنتم يا طلاب وطالبات الصف الخامس رائع نودع صورة قلم وننتقل إلى قراءة أو أقرأ الكلمات التالية من يستطيع منكم محاولة تهجئة أو قراءة الكلمات؟ هيا ما رأيكم لو جميعنا نحاول ونتهجئ؟ صندوق صندوق مرة أخرى نقرأ هذه الكلمة صندوق يلا أنا بقول الكلمة أطلب منكم أن تشيروا على هذه الكلمة في الشاشة كلمة صندوق يلا أشير عليها ممتازين متحمسين إذن صندوق نردد مرة أخرى كلمة صندوق أحسنتم من يحاول تهجئة الكلمة التالية؟ من يحاول أن يتهجأ؟ ساعة 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 من يقرأ مرة أخرى؟ ساعة ممتازين ساعة جميلة مثلاً صحيح؟ ساعة هيا نقرأ كلمة تالية قبل أن أقرأ هذه الكلمة انظروا إلى هذه الصورة انظروا إليها الآن سوف أقرأ أنا وأختي أنا وأختي وأختي صديقنا يخبرنا أن هذه صورته هو وأخته محذرة؟ صورته مع أخته فيقول لكم أنا وأختي وأختي هيا نقرأ أنا وأختي هو سمى هذه الصورة قال هذا أنا وأختي ممتاز ممتاز أبنائي وبناتي من يحاول قراءة الكلمة اللي في الصندوق هذا؟ ممتازين أنا وأختي الآن أبنائي وبناتي وصل الكلمة بالصور المناسبة فكروا أمامي كلمات أريد توصيلها بالصورة المعبرة عنها والمناسبة لها صورة أو كلمة بيت بيت تخيلوا كده غمضوا عيونكم وسمعنا كلمة بيت وش تدور في دهنكم وش تتخيلون شكل ماذا؟ ها بيت أي صورة مطابقة للشي اللي شفناها في مخنا وفي دهننا لما غمضنا العيون هيا غمضوا العيون مرة ثانية ونقول كلمة بيت ماذا تخيلتم؟ تخيلتم منازلكم وبيوتكم؟ أي صورة مماثلة وتشابه خيالنا؟ ها ممتازين الصورة الأولى نتفق جميعنا أنها أبدا ليست معبرة وليست الصورة المناسبة لكلمة بيت طيب الصورة الثانية وش رأيكم فيها؟ ها ما رأيكم بها؟ هل هي معبرة لكلمة بيت ومناسبة لها؟ نعم أنا أيضا أتفق معكم إذن هيا نوصل كلمة بيت بصورة لبيت هذه الصورة لبيت طيب خنشوف الكلمة الثانية في الصندوق الثاني ما هي كانت؟ تبكي تبكي تخيلوا معي قمضوا عيونكم شوي ولما أقول لكم هذه صورة فتاة تبكي وش تخيلتوا؟ هل هي تضحك وقد ها 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 تضحك؟ ولا جلسة إيش؟ ها وش جا في بالكم؟ وش تخيلتوها؟ ها دموعها وش فيها؟ أحسنتم دموعها تنزل والفتاة ماذا؟ تبكي طيب وش صورة؟ المناسبة لما تخيلنا أو مناسبة لكلمة تبكي ها ما هي صورة؟ بقي واحدة أحسنتم الصورة في الأعلى انظروا للفتاة تبكي إذن هي معبرة للكلمة ومناسبة لها أحسنتم رائعين أبنائي وبناتي تستحقون نجمة ممتاز ننتقل بعد ذلك إلى النشاط التالي ضع صح تحت الكلمة المناسبة للصورة أمامي الصورة لماذا هذه الصورة؟ ما هي؟ هل هي صورة سحاب؟ الانشاطة في السنة سحاب أم صورة الكعبة الموجودة في مكة المكرمة ويطوف الناس حولها تشاهدونها في التلفاز أليس كذلك؟ أيضا البعض منكم قد شرفه الله بزيارة مكة ماذا تشاهدون؟ ماذا يدور الناس ويطوف الناس حول ماذا؟ أيضا في القبلة يتوجهون نحو ماذا؟ هل يتوجهون نحو السحاب؟ أم الكعبة؟ ها أي إجابة حستنها مناسبة وتنطبق على هذه الصورة؟ هل هذه الصورة تمثل سحاب أم الكعبة؟ ها من اختار كلمة سحاب؟ طيب من اختار كلمة الكعبة يرفع يده؟ ممتاز عليكم أنا أتفق معكم أيضا أن الكلمة المناسبة لها هي كلمة الكعبة إذن أختار ماذا؟ أضع صح على كلمة الكعبة فهذه الكلمة المناسبة لها ليست كلمة سحاب جميعون نعرف شكل السحاب أين موجود السحاب؟ في السماء أما هذه اسمها ماذا؟ أحسنتم الكعبة المشرفة أحسنتم ممتازين إذن نضع عليها علامة صح ننتقل بعد ذلك إلى شريحتنا التالية ضع صح تحت الكلمة المناسبة للصورة ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ هل تشاهدون صورة بحر أم صورة سيارة؟ شاهدون صورة بحر أم سيارة؟ أسرع واحد فيكم أبغى يجاوب بسرعة هذه صورة بحر أم سيارة؟ أحسنتم ممتازين صورة بحر ممتاز رائع فعلا هذه صورة بحر أحسنتم أبنائي وبناتي طيب طاصح أيضا تحت الكلمة المناسبة للصورة هذه المرة أبغى أسمع أنتم تسمون للصورة قبل أن أقرأ الكلمات ماذا تشاهدون أماوكم؟ هذه الصورة لماذا؟ هل هي صورة لسيارة؟ عمركم شفتم سيارة في الماء؟ ما هذا إذن؟ أحسنتم سفينة أحسنتم صحيح سميتم الصورة بشكل صحيح هذه سفينة إذن أمامي كلمتان هل هذه الصورة الكلمة المناسبة لها في المربع الأول كلمة بيت؟ هل كلمة بيت مناسبة لها؟ ممتازين لا إذن الكلمة اللي إحنا سميناها فيه ما هي؟ موجودة في المربع الثاني من يحاول قراءتها معي؟ هيا نبدأ أبنائي وبناتي سفينة أحسنتم إذن أضع صح تحت الكلمة الأولى الأولى أم الثانية أي كلمة الأولى أم الثانية ممتاز هيا إذن أشير حتى أستطيع أن أعرف ممتازين في المربع الثاني وفي الكلمة الثانية أضع صح فهي كلمة سفينة مناسبة للصورة المعروضة أمامي الآن السؤال يقول أجب بصح أو خطأ هذا شمس هذه الصورة اللي تشوفونها أمامكم الآن شمس صح لي ولا خطأ ها ننقسم فريقين ونشوف من يقول صح اللي يقول صح يرفع يده هم واللي يقول خطأ يمسك أذانا إذا هذه خطأ يقول لي لا أحسنتم ممتازين جميعنا نرفع يدنا هذه شمس تسميت هذه الصورة بشمس صحيحة ممتاز صح عليكم إذن نتفق جميعنا أن هذه الصورة اسمها صورة ماذا؟ شمس شمس أحسنتم طيب أبنائي وبناتي من يقول لي الشمس متى تطلع؟ بالليل؟ ولا بالنهار؟ من يقدر يجاوبني متى تطلع الشمس؟ أحسنتم في النهار الشمس تخشروا؟ في النهار أحسنتم ممتازين في فصل الصيف هذه الشمس بماذا تشعرون الآن؟ في فصل الصيف أحسنتم ممتازين بالحرارة الشديدة ممتاز صائع وصلت معكم إلى نهاية درسي ألقاكم على خير بإذن الله أوصيكم بالمراجعة المستمرة بتفعيل الصور التحدث عنها التعبير عنها شفهيا بأي شكل من الأشكال أبنائي وبناتي استخدموا صوركم صور أقاربكم وعبروا عنها ألقاكم على خير معكم معلمتكم منال صالح الغرب